اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نريد ان نتكلم عن رؤية واحلام تبشرني بالزواج السعيد ان شاء الله تبارك وتعالى في المنام او الرؤية ودي يعني ممكن تكون ملفتة للنظر ما تدلش على زواج الى اخر هذه الامور زي ايه التبول في قارورة او زجاجة او اناء يعني التبول في غير موضعه ليس في المكان المخصص اليه في المرحاض اعزاكم الله هذه الرؤية تبشر بالزواج وبالمناسبة قبل ما ادخل في اه ذكر بعض الرؤى حيب اقول ان الرؤى التي تدل على زواج مش شرط انها تكون للبنت العزباء او شاب الاعزاء ممكن الرؤية للرجل المتزوج قد تدل له على زواج ابنته او زواج بنته وكذلك المرأة المتزوجة وكذلك المرأة ارملة وكذلك المرأة المطلقة فربما تكون الرؤية تدل على زواج الابن او البنت مش شرط ان الرؤية تكون للعزاب لان بعض الناس ما بتخلوش على الفيديو هادي انا مش بتكلم كلامتي عن شيخاتر مشاهدات لا انا بوضح المسألة ان انا ممكن كرجل متزوج ارى رؤية تبشرني بزواج ابنتي او بزواج بنتي رؤية القمر في غرفة اله البيت او في غرفة المنزل او في غرفتي غرفة النوم او القمر في اه الغرف او في الصالة او في البيت قضية القمر في البيت رؤية تبشر بالزواج بازن الله تبارك تعالى رؤية اه شاحنة النقل الحمراء انا دائما اقول ان اللون الاحمر له علاقة بالعاطفة والزواج ووالاخر فشاحنة النقل الحمراء بخلاف السيارة الملاكي الشاحنة اللي بتنقل اه البضاعة هذه الرؤية تبشر بالزواج ان شاء الله تبارك تعالى رؤية الشاب تحديدا انه يتبول على ثيابه كثير من الناس بتنزعج نازل رؤية لما تشوف انهو مثلا لما يشوف في المنام انهو اه بيتبول في ثيابه في المنام يؤوم يدور على ثيابه وفعلا المضوض حصر لا لا هذه الرؤية تبشر بالزواج بازن الله تبارك وتعالى رؤية السمنة للبنت العزباء رؤية تبشرها بالزواج الرؤية المخيفة اللي كثير من الناس عيشوفوها وينزعجوا منها قضية النوم على سرير في المستشفى اقول لك بس انا هامرض او هاموت كلام ده غير صحيح هذا الرؤية بالنسبة لبنت العزباء او شاب الاعزب تبشرهما بالزواج ان شاء الله تبارك تعالى تظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته